سيد خير يا شباب هنتكلم اليوم عن ازاي اطمرن تمارين فتنس او تعليل يوكل بدانية بتاعتي لو انا ما بروحش الجيم وعايز اطمرنها في البيت او اطمرنها في الشارع او في النادي او في تراك ايا كان اول حاجة نعملها هنمشي كل يوم نصف ساعة او 45 ديئة ماشي حر ممكن امشي في التراك او امشي في الشارع نصف ساعة دي اول حاجة تاني حاجة ممكن نعملها تمارين الجومبين جاك تمارين الجومبين جاك ده من تمارين الاسي اللي بتعلي الهورت ريت وبتتزود معدل الحرق في الجسم زي كده واحد اتنين تلاتة تبعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ده كده الشكل التاني للتمرين اللي ممكن اعمله في البيت ممكن نعمل شكل تالت برضو بيعالي الهورت ريت ضرورات القلب نفس الشكل اتنين تلاتة واحد خمسة ستة كل ما يخلي الجومب اعلى كل ما الهورت ريت عندي هيبقى اعلى خمسة ستة سبعة اثمانية تسعة عشر ثمانين تانية ممكن ان اخذها تمارين مكاومة ممكن نستخدم تونز بسيطة لو انا مش عندي دومبلز او بارات في البيت ممكن اعملها باستين مية ابتدي بالازايز المية نصف لتر و بعد كده اللتر هذه التمرين لتقوية عضلات الدراع البايسبس في نفس الشكل كده جسمي كله سيبت اللي بتحرك هو دراع ثلاثة اربعة اربعة خمسة ستة ستة سبعة اهم حاجة تنظيم النفس و انا بتمر تمانية عشان يوصل اكسجين للعضلات في الدم للعضلات تسعة عشرة وده كان تمرين للباي ممكن نعمل تمرين تاني للترويسبس و نحن وقفين نفس الشكل ده برضه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة و بكده نكون اتمرارنا بعض التمرين اللي ينفع ان اتمرارنا في البيت لو نحن نرحش جاني شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة